السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بك على تطبيق قناة فرينشاوي مع وديد مصطفى مع شرح الوحدة الثالثة وحالة تدريبات على كل جزئية فيها ونبتدي في الامتحان الأول وهنلاقي الوفيقة بعنوان Dans la cour في الفناء في فناء المدرسة وده ديالوج entre دوزامي اتنين ولاد توماء وغيمي توماء يقول ساليو او تيفا أهلا انت رايح فين انا رايح سالت الوصوات المتعددة لماذا لكي أرسم خريطة الفرنسا وترجم نص إلى اللغة الفرنسية سيسألوا تاني لكي تحتاج لكي ترسم خريطة فرنسا اهنا بزوان انا محتاج وعلشان تترجم نص فرنساوي أو الفرنسية سوف نستخدم القموز التكست واضح جدا وسهل جدا وتعال نشوف الأسئلة بتاعته توماء وغيمي 100 هما الاثنين فين مكتوب العنوان بتاع التكست Dans la cour في فناء المدرسة Pour dessiner une carte علشان يرسم خريطة محتاج لإيه محتاج لأتلاس هو رايح هناك علشان يرسم خريطة خريطة المين de France خريطة فرنسا غيمي أبزوان هو يحتاج لقموس ليه؟ يحتاج القموس علشان يترجم نص فين يترجم traduire un text traduire un text يترجم نص الوثيقة اللي قدامنا واضح ان هي جاي من صفحة ويب والويب دي بتاعت مون لسي صفحة الويب صفحة انترنت يعني بتاعت مدرستي مدرست دي اللي هي مون لسي ومكتوب هنا تقديم جدوى للحصص والنشاطات الموجودة في صلط الوسائط المتعددة طيب هنا بيقول مدرستة سام مارك موجودة في ليون فيها كم تلميذ فيها 406 ألف 406 تلميذ فيها 50 مدرس بالنسبة للجدول الزمني او جدول الحصص اليوم الدراسي من الساعة تمانية او 4 للساعة 4 بعد الظهر او وقت العصرية فيها كم مادة فيها انزمة يار حضاشر مادة النشاطات للفصال الوسائط المتعددة عندنا هنا كم نشاط ستة قراءة مجلات وروايات تسمع استوانات رؤية استوانات فيديو البحث عن معلومات على الانترنت ترجمة النصوص رسم الخرائط طيب قرينا التكست كويس تعال بقى نشوف الأسئلة عليه عاملة ازاي المدرسة دي تكون فين؟ مدين هنا مدريد غام ليون طبعا الإجابة واضحة وهي موجودة في النص فوق نقرأ هذه الوسيقى في صفحة ويب بتاعة رواية ولا سينما ولا ماجازين ولا لسة طبعا دان ليسي مكتوبة برضو في العنوان فوق دمان ليسي بتاعة مدرسة دي او سيدي اي او في السيدي اي ممكن نعمل ايه؟ في المكتوب في الوثيقة ستة عناصر نسمع سيدي هات دي صحيحة نلعب تنس لا عندنا حصة فيزيا لا نشتري سيدي لا هي نسمع سيدي هنا لكون او لسي الحصص في المدرسة اللي سماك سوترمين بتنتهي الساعة كان فوق كتب الساعة اربعة دولار بقيمي دي هنا هيجبها لك بشكل مختلف مقدر اتناشر او بلاس اتناشر او اضف اليها تناشر يبقوا كام يبقى ستاهر بص كده هتلاقي هنا الساعة ولا ستاهر او هو ده ساعة ستاشر الساعة ستاشر دي وهيenne هربعة بعد logic تمام؟ هنا ساعة 8 وهنا الساعة 20 20 دي يعني الساعة 8 مساء اذا هي بتنتهي كام الساعة 16 بالنسبة لسؤال المواقف اه المواقف الاول بيقول انت تسأل صديق ما هذا هو هيقول ايه اولا ان تعرف ان السؤال ده بيسأل عن غير عاقل فلازم الاجابة تكون بدء بسي ويجي بعدها غير عاقل طيب فين سي ده سؤال دي اقابة مزبوطة السؤال التاني اه الجملة التانية اللي هي سيتان ديكسيونيغ انه يكون خموس هنا الاثنين بدء بسي وبعديهم كل ما غير عاقل تسأل صديق فرنسي عما هو لديه يوم الاثنين في المدرسة هو عنده ايه هو هيرد يقول هيرد يقول آآ ده اجابة الاولى الاجابة التانية هيقول آآ عند امتحان مات انت بتسأل زميلك عن نشاطاته في سلط الوسائط المتعددة كاسكل دي ماذا هو يقول كتير هيقول ده جلم مزبوط هيقول بابحث عن معلومات على الانترنت ده كمان اختيار مزبوط زميل بيسألك عن الساعة كاسكل دي انت هتقول ايه آآ هقول له الساعة اول الجابة هقول له الساعة دلوقتي في نص الليل الساعة اتنشر بالليل والنقطة التانية الساعة ستة بالزبط س نقطة غاكات كلمة غاكات مفرد مؤنث هتاخد مع غاكات هذه الحزازة تكون هذه بتاعتك اهي ملك لك انها تكون مجازين واخيرها اس يعني جامع لائم مجازين دي جاك مجالات جاك ج نقطة انكور دي مات انا عند لوفير بااوار مع ج هتكون ج ايه ج ايه انكور دي مات عند حسو تمات نقطة ايه لستيلو يكون القلم اكي لمن يكون القلم بتعمين لن يوجد لا يوجد بيقى بعدها ده اهه ده جيمناز لوردينتر ايه الكمبيوتر يكون لبيرو المكتب الكمبيوتر يكون فوق المكتب فوق اللي هو حرف الگار سير سير يعني فوق أو على بالنسبة للإيميل بونجور أنا زيلها بونجور كال جور تيسي دي ايه اليوم اللي بتروح لسي دي كأسكي ليا دون لسي دي ماذا يوجد في لسي دي كأسكي تفهي وماذا تفعل هناك هارود طبعا ببونجور واقول جوويو سي دي لولندي بروح لسي دي يوم لتنين دون لسي دي إليا في لسي دي يوجد دي أتلاس دي ديكسيونير دي 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 اوغدينتر اكترا وإلخ إلخ حقا كتير وانا بعمل اي هناك هارود جيكود دي ميزيك أو جي رغررد un دي باشوف بس مع موسيق أو باتفرج على دي في دي أو بارسم خريطة أو أي حاجة تاني بالنسبة للموضوع المفروض أكتب من 15 ل 20 كلمة يعني 3 أو 4 جمل ويقول لي هنا أوصف مدرستك أوصفها الاسباس الأماكن اللي فيها إيه والمدرسين اللي فيها تكلم عنه علشان أوصف مدرستي هقول مدرستي تكون كبيرة ومثالية أو نموذجية ممكن تحط مدرسي إليا في مدرستي يوجد 1 تيران دو سبور ملعب رياضي 20 سال دو كلاس 20 فاصل 1 كور دو ريكري في لوافناء للفصحة 1 سلف وفيها كمان 1 سلف طيب بالنسبة للبخوفيس ممكن تقول كمان إل نيا با دو لا يوجد دو اسمو إيه CDI ما فيش CDI بالنسبة للبخوفيسور بتقول لسي سان سان فا المدرسون يكونوا لطفاء ونبدأ في الامتحان الثاني وبدأ بوثيقة بعنوان دون لكور دو ريكري في فناء الفصحة الساعة 7 ونص السباح الكلام هنا بين رامي ويوسف رامي بيقول Bonjour يوسف Tu es encore dans Anglais aujourd'hui انت عندك حسط انجليز النهاردة Oui أيوة De 10h à 11h du matin من 10 إلى 11h سباحا Et après وبعد ذلك O va tu أين تذهب OCDE الاصل للوسائل المتعددة Pourquoi لماذا Pour lire un roman لكي أقرأ رواية اللي هيقرأ ده هو يوسف A la recrée في الفصحة Que fait tu بتعمل Je vais au gymnase بروح سلط الألعاب الرياضية Pour je vais au ténis عشان ألعب ténis Rami et Youssef sont هما الاثنين يكونوا فين لو رجعنا العنوان الوثيقة حاليه بيقول Dans la cour de recrée في فناء المدرسة يبقى هما فين دلوقتي Au lycée في المدرسة عموما ما يفعش أقول في الفاصل ولا في السيد إي ولا في الجيمناز هما في المدرسة Le cour d'onglée commence حصة الإنجليزي هتبتدي الساعة كام هو ذكر وقال من 10 إلى 11 صباحة فين يبقى هتبتدي A 10h من الساعة العاشرة يوسف جو تنis بيلعب تنis فين Au gymnase في صلط الألعاب الرياضية داخل المدرسة Le cour d'onglée حصة الإنجليزي تكون Une heure moins le quart ساعة إلى ربع ولا 200h نصف ساعة ولا une heure ساعة ولا ساعة ونصف هو قل هتبدأ 10 وتخلص 11 بالتالي هي ساعة بالتالي هنختار une heure الوثيقة التانية بدأ بسالي أهلا جو مابل سيلين اسمي سيلين جو كومنس مع جورنة سكولير بابدأ يومي الدراسي 7h30 الساعة 7h ونصف جي 7 كور بجور عن 7 7 حيصص فيليوم لمردي يوم الثلاثاء جو ني پا فرانسي معنديش فرانسي جو بروح صلت الوثيقة اه اوك مي كوبين مع زميلات سيسيل هل بنت اسمه سيلين بتروح مع صحبوتها اسمه سيسيل اي ليا 3 ساعة 13 يعني الساعة الواحدة بعد الظهر دون الو سيدي اليا دي في في الوثيدي يوجد دو دي درومان روايات دكسيونار اكترا جلي او بي دي بقرأ بي دي او سيدي دمام جو ترمين من لسي بخلص مدرستي او 15 الساعة 15 سيلي سيلي نوات كور بعجور عندها كم حصة في اليوم هي ذكرت فوق وقالت 7 كور 7 حصص بالتال هنختار 7 كور سيلي بتروح لسلط الوسائط مع مين مع مدرستها ولا لوحدها ولا مع زملاء ولا مع زميلات بنات هم زميلات بنات واحدة اسمها سيسيل والتانية ليا الساعة 13 يعني الساعة واحدة بعد الظهر سيلي سيلي بتكون فين بتكون او سي دي لان هي قالت كدفه يوم لانها يوم ايه يا ربي يوم لمردي يوم الثلاثاء ما بيكونش عندها فرانسي وبتروح لساعة 13 اذا هي الاختيار ده صحيح او سي دي سيلي هناك سيلي بتعمل ايه قالت بتكره بدي يبقى جلي وده المهمة او الاكتيف اللي هي بتعملها هناك انا صديق لنسألك لماذا تذهب الى سلط الوسائط المتعددة كيسك تدي انت هتقول ايه هقول علشان ارسم خارطة فرنسا وهقول كمان بوغ فاير ده رشيخ شون لين عشان نعمل ابحاث اونلاي تتخوف un crayon dans la trousse تتخوف un crayon dans la classe انت لقيت المرصاص في الفصل كيس ستقول ايه سأل السؤال الشهير ا كي اي لمن يكون ل قلم او او اسأل وقول سي ل قلم د qui هذا يكون قلم ومن ت ت دمان يا بتطلب من صديق اني يصف المدرس كيس كيس تدي انت هتقول ايه انا هسأل السؤال وقول كيف يكون المدرس وقول كمان ما الاشياء الموجودة دون المدرس ايه الحاجات الموجودة في المدرس تدمان تسأل زمي لك ما يوجد في الفصل كيس يدي هو يرد ويقول في الفصل هيقول لي يوجد كراسي وترابيزات وهيقول لي ايه كمان هنا الاختيار ده في سلة مهملات وفي ساعة حق بالنسبة لجمل القواعد بيقول لي ما بيجيش بعدها فعل مفرد مؤنف ما ما كوبين سيلين هل يوجد كمبيوتر يوجد كلمة د خد بالك او ان او او لها د ابوس وعلى طول هنا لازم نجيب كمبيان د يوجد كم كمبيوتر في السيدي سيلو اتا هذا القلم يكون لي مو ما ما فيش غير لازم يكون فيه هنا اي ضمير توكيد مو تو lui él سي كارت د فرانس كلمة كارت للمرة التانية او التالت بنكرر انها مفرد مؤنث بالتالي هتاخد لا كارت د فرانس ج ني پ لازم يجي بعضيها 2 ج ني پ مفروض هنا 1 كور لا 2 كور ما عندش حصص فرنس ج بزوان د انا محتاج فعل في المصدر يبقى لازم لكي نستمع للموسيقى نوات الان الفعل اخر على طول هنجري على نو نو نحن نذهب الاميل بدأ بي بونجور او وات يو اين تذهب اثناء الوي او كي مع من تذهب النادي اه مع مين اقول اذهب النادي مع زملائي اه هقول لعب كرة قدم مع الزملاء بالنسبة للموضوع مفروض نكتب 15 ل20 كلمة يعني 3 اربع جمل يعني 3 او اربع جمل تكلم عن مدرست او صفو يعني هتقول عليه كبير او صغير او الاشياء اللي موجودة فيه والاكتيفتيل اللي بنعملها فيه طبعا في هنا عشرات الجمل ينفع تتقل هقول كده باختصار اه 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 كبير دون اه 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 واكتب بقى حاجات كتير من الموجودة اه 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 اي حاجة انت عايزها الاكتيفتيل هقول مثلا او 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 اي اكتيفتيل تانيا انت عايز علشان تتابع الدروس بالترتيب وتحمل ملفات الشرح والتدريبات وتحل اختبار على كل فيديو وحمل تطبيق فرينشاوي من جوجل بلاي ستور شجرا جزيلا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة